واحد من الأسماء الكبيرة اللي جات مصري من المداربين الكبار اللجوم مصر آخر عمله في مصر كان المدير الفني لاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي نيلو بنجادا المدير الفني الأسبك لعدد من الأندية المصرية تحديدنا الزمالك والأهلي وأخيراً الاتحاد المصري لكرة القدم معايا عبر سكايب الآن يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور بتأكيد أول سؤال ليا ما سمعناه عن اقتراب بولو سوزا المدرب البرتغالي من تدريب منتخب مصر رأيك إيه في هذا الترشيح لمنتخب مصر طبعاً انتوا عارفين لحد الوقت الحد اللي أنا أعرفه هو مش حاجة مضمونة أو مش حاجة حد قال عليها وأكدها فأنا مقدرش أعلق على حاجة وطبعاً كل المعلومات اللي أنا استقبلتها مفيش أي حاجة مؤكدة بس طبعاً كوتش بولو سيوزا هو واحد من أقوى المدربين طبعاً هو اشتغل مع كوتش روز طبعاً هو اشتغل ولعب مع يوفنتوس ولعب مع أكثر من نادي بوريسي دورتموند ومع دورتموند كاسب مرتين الكاس وطبعاً هو بدأ بعد كده بدأ يبقى مدرب مع الفرق طبعاً اشتغل مع أكثر من نجوم الكرة كان الكوتش بتاع منتخب بولندا لحد السنة اللي فاتت وطبعاً هو عنده خبرة كبيرة وعنده خبرة كبيرة إزاي يبقى مدرب من المنتخبات الدولية وطبعاً المنتخب المصري هو ممكن يدير المنتخب المصري لأكثر من نجاح في أفريقيا وطبعاً هو ممكن يعمل معهم شغل كويس جداً